مرحبا جميعا مرحبا جميعا اليوم سوف نتحدث عن طريقة العيش الوحدة الخامسة طريقة العيش هنا عندنا طريقة العيش تتناول أمثلة مثلا الرياضة الشراب الطعام يعني طريقة العيش الاعتيادية اللي نعيشها We use in this unit I, U, They, On, A, Numbers and Prices ان شاء الله راح نتكلم عن هذه الوحدة ونوضح انه شلون نستخدم الضمائر المتكلم والضمائر المشار اليهم مع الارقام والPrices الاسعار سوف نستخدم في هذه الوحدة ضمائر المتكلم المشخص المشار اليه كذلك نستخدم الارقام والاسعار مثلا عندنا هنا امثلة الجملة الاولى I like study the English language هنا انا مخلي لك الاي باللون الاحمر الاي ضمير المتكلم انا لما انا اريد احكي عن نفسي او اعبر عن نفسي ايش اقول اي الاي يعني انا لو تلاحظون الجملة الثانية Where do you from من اي مكان انت او من اي بلد انت او من اين انت الجواب اش راح يكون I am from Iraq هاي الجملة شملت بها اثنين ضمار الضمير الاول لما اخاطمك انت انا يقول لك انت منيا اليو اللي لو لك يهاب الاحمر هاي اليو تعيد على الشخص المشار اليه لما اتكلموا اياه you فلما هو جاوب نش قلي قلي I رجعنا لل I قال I I am from Iraq انا من العراق الجملة الثالثة Indians love spicy they put it with the food الهنود يحبون الاكل الحار spicy they put it with the food هم يضعونه مع الطعام they تعود المن تعود للهنود يعني ما يصيران اكرر الهنود مرة ثانية واقول الهنود يحبون الطعام او يحبون ال spicy عوض عنهم they ضمير اللي تجمع نقول they هس هاي فيما يخص الضمار لو تلاحظون هسه هنا رح نستخدم ادوات التنكير A والان يقول نستخدم ادوات التنكير A قبل الاسماء المفردة المعدودة التي تبدأ بحرف صحيح نستخدم A بالجملة قبل الاسماء يا اسماء الاسماء المفردة المعدودة واللي اصلا ما تبدأ بحرف على تبدأ بحرف صحيح منطيكم هنا اكزامبل او مثال i will visit a friend سوف اقوم بزيارة صديق خليت قبل افريند افريند هو صديق اسم ثانيا هو مفرد والثالث بدأ بحرف صحيح حرف ال F فاستخدمت قبل A هنا ايش يقول التعبير الثاني اذا جاءت صفة قبل الاسم نضع ال A قبل الصفة المبتدئة بحرف صحيح مرات تجي بتجي مليه صفة قبل الاسم يعني الصفة توصف انها الموصوف اللي هو الاسم فال A وين نخليها قبل الاسم لو قبل الصفة بالتأكيد راح نخليها قبل الصفة واللي وياها الاسم I should buy a new bicycle انا سوف اشتري دراجة جديدة خليت قبل ال new صارت I should buy a new bicycle هسا نجي وين نجعل ادار التنكير AN أو AN نستخدم ادار التنكير قبل الاسماء المفردة المعدودة التي تبدأ بحرف علة وحروف العلة مطيكم اياها اللي هي ال A ال E ال I ال O ال U هاي نستخدمها هم ماتين الان قبل الاسماء المفردة لكن الاسماء اللي تبدأ بحرف علة احنا قلنا اذا تبدأ بحرف صحيح نستخدم قبلها شنوه A لكن اذا استخدم اذا اجت الاسماء تبدأ بحرف علة مش راح نخلي قدامها ON مطيكم هنا مثال I have an umbrella I have an umbrella انا املك اولدية شمسية ايضا اذا جاءت صفة قبل الاسم نضع الان قبل الصفة المفتدئة بحرف علة مثل الساعة شون استخدمنا ان الصفة قبل الاسم وضعنا ال A قبل الصفة هنا نفس الشي الان هم نستخدمها قبل الصفة فاذا كانت الصفة مبدوئة بحرف علة نضع ايضا يا حرف او يا اداة تنكير الان اشتركوا في القناة